بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازايك واسنة خمسة عاملين ايه؟ ياربوا كلكوا تكونوا بخير يا حبايبي النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض 3 في يونة 4 من كتاب بيت بايبات هنشرح الدرس التالت في الواحدة الرابعة من كتاب بيت بايبات يا حبايبي وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد ولو عايزين اي حاجة احبايبي اكتبولي في كومنت ونبدأ قررته بنقول بسم الله الرحمن الرحيم درسيننا النهاردة عبارة عن grammar grammar يعني قاعدة قاعدتنا بتتكلم عن future future يعني المستقبل زمن المستقبل طبعا احنا عارفين ان زمن المستقبل ليه تو فوربس ليه شكلين النهاردة ان شاء الله هناخد شكل منهم going to going to بمعنى سوفا هنتكلم عن تكوين زمن المستقبل بgoing to زمن المستقبل اول حاجة يعبر عن خطط مستقبلية او يعبر عن فعل سوف يحرص في المستقبل لازم نبقى عارفين كل زمن اليوزج ليه ايه استخدامه ايه بالزبط يستخدم زمن المستقبل للتعبير عن المستقبل او للتحدث عن خطط مستقبلية او قرارات مسبقة او نية لعمل شيء يعني حاجة لسه هتحصل ان شاء الله في المستقبل يبقى زمن المستقبل يعبر عن فعل سوف يحرص في المستقبل ممكن نقولها باكتر من طريقة او يعبر عن خطط مستقبلية او قرارات مسبقة او نية لعمل شيء دي كده استخدامه طيب التكوين بتاعه ايه الفورميشن ليه ايه يتكون من ام و از و ار بلاس جوينجو تو بلاس انفينيتف تاني زمن المستقبل يتكون من ام از ار بلاس جوينجو تو بلاس انفينيتف ممكن نختصر ام في ابوصرف ام ممكن نختصر از في ابوصرف اس ممكن نختصر ار في ابوصرف ار اي يعني كتبنا ام كده صح و كده صح اللي اتنين بيصوهوا بعض از كده صح و ابوصرف اس صح ار كده صح و كده صح ممكن نكتب الكلمة كده و ممكن نختصرها يبقى زمن المستقبل يتكون من ام از ار بلاس جوينجو تو بلاس انفينيتف يتكون من ام و از ار زاد جوينجو تو زاد المصدر جوينجو تو معناها سوفة وينجتو معناها سوفا طيب بعد ما عرفنا تكوين الزمن بنقسم دمائر الفاعل على ام واس وار الاي بتاخد ام الهي والشي والات والاسم المفرد بياخد از الوي والزي واليو والاسم الجمع بياخد ار تاني الاي بتاخد ام الهي والشي والات والاسم المفرد بياخد از الوي واليو والزي والاسم الجمع بياخد ار يعني لو الجملة بدأت باي اختار ام لو الجملة بدأت بهي او شي او ات او اي اسم مفرد بختار از لو الجملة بدأت بوي او يو او زي او اي اسم جمع بختار ار ازاي نكون الجملة في زمن المستقبل اول حاجة ببدأ بالفعل اول حاجة ببدأ بالفعل وبناء على الفعل هختار ام او از او ار يعني هنا الجملة بدأت باي فعلشان كده قلنا ايم يعني بعد اي ابصرف ام لان اي بتاخد ام بعد نبكت ايم او هي از او شي از على حسب الفعل اللي بنبدأ به بعد كده بنكتب جوين جتو بمعنى سوف وبعد جوين جتو الفعل في المصدر وبعد كده بقي الجملة يعني بنمشي واحدة واحدة اول حاجة بنبدأ بالفعل وبعد كده ام او از او ار حسب الفعل وبعد كده جوين جتو وبعد كده انفنتف يعني مصدر الفعل يعني فعل في المصدر زي كده بدون اي اضافات وبعد كده بقي الجملة يبقى كده جملة مسبتة فاعل بعد الفاعل ام او از او ار حسب الفاعل وبعد كده وبعد كده الفعل في المصدر وبعد كده باقي الجمل يبقى كده جمل مسبتة اول جملة انا سوف ازور صديقي طبعا هنا اخرت ام اختصرنا ام فابصرف ام هنقول ام بعد كده بمعنى سوف تكوين الزمن وبعد كده فعل في المصدر مينفعش اقول لازم الفعل بقى في المصدر بدون اي اضافات وبدون اي تغيير في شكل الفعل وبعد كده باقي الجملة جملة تانية اللي هي بتاخد وبعد كده وبعد كده فعل في المصدر وبعد كده باقي الجملة يعني هو سوف يحصل على قصد شعر هم سوف يأخذه تاكسي هنا الجملة بدأت بزي الزي بتاخد آر احنا قلنا هنا ازاي بتاخد آر وبعد كده تكوين الزمن بمعنى سوف وبعد كده انفينيتيف تيك فعل في المصدر بدون اي اضافات وبعد كده باقي الجملة طيب تكوينه ايه في النجاتف في النفي زمن المستقبل في النفي بيتكون من نفس التكوين بس هنزود نوت بعد آم وإز و آر نفس الكلام اللي قلنا فوق هنقوله في النفي بس بنزود نوت كده بنين في الجملة بيتكون من آم وإز و آر بلاس نوت بلاس جوينجتو بلاس انفينيتيف نفس التكوين يا حبابي بس بنزود نوت علشان نين في الجملة نوت تأتي في الجملة بعد آم أو إز أو آر ونفس التكوين الجملة هنا زي هنا بس بنزود نوت في الجملة بعد آم أو إز أو آر هنا آم نوت جوينجتو سند آن إيميل يعني أنا لم أرسل إيميل يعني مش هعمل الفعل ده في المستقبل يعني هنا الجملة بلقت باي والاي بتاخد ام وبعد كده نفينا بنط يعني لا وبعد كده جوين جتو وبعد كده الفعل في المزر وبعد كده باقي الجملة يبقى الجملة المسبتة والجملة المنفية الجملة المسبتة ما فيهاش نط لكن الجملة المنفية فيها نط وباقي الجملة زي ما هي نحن بس بنزود نط بعد ام او از او اور وبعد كده بنكتب جوين جوتو والفال في المصدر وباقي الجملة ايام نط جوين جوتو سندقان ايميل الجملة التانية هي از نط جوين جوتو دول لود افيديو هنا اللي هي بتاخد از ونفينا بنط نط بتأتي بعد از مباشرة وبعد كده جوين جوتو وبعد كده دول لود افيديو معناها انا لما اقوم بتحميل فيديو يعني مش هعمل الفال ده في المستقبل بعد كده ازي ارنت جوين جوتو رايد هنا الجملة بدأت بزي ازي هنفيها بارنت وبعد كده ونجوتو وبعد كده فعل في المصدر وبعد كده باقي الجملة طبعا احن هممكن نكتب نط او نختصرها في النه أبوس رفتي بعد كده عندنا الكلمات الدل على زمن المستقبل في المستقبل في المستقبل لازم نحفظ الكلمات اللي بتدل على الزمن بعد كده نكست معناها القادم أو المقبل ممكن نقول نكست ويك الأسبوع القادم نكست منس الشهر القادم نكست يير العام القادم يبقى الكلمات تدل على زبل المستقبل في المستقبل نكست ممكن تيجي مع ويك منس يير وتومره وتومره يعني غدا غدا يعني بكرة يعني لسه ما جايش فعلشان كده بنقول تومره غدا بتدل على المستقبل وبعد كده عندنا الاختصارات يعني ممكن نختصر آيام في آيام ممكن نختصر he is في هي أبوسرف اس she is في شي أبوسرف اس zr في z أبوسرف request wr في وي أبوسرف request ur في u أبوسرف request يعني ممكن نكتب آيام ممكن نخيليها آيام للتنين صح نفس المعنى بعد كده في حالة النفل لو عايزين ننفي هنا ممكن برضو نختصر نوت مع اس وار لكن ما ينفعش نختصر نوت مع عام لازم ناخد بالنا بنختصر نوت مع اس وار يعني هنا شي اس نوت بنخليها شي اس انت على طول بنختصر نوت في الناس We are not we aren't بتفرق في النوت هنا we are not لكن هنا we aren't زي are not زي aren't you are not you aren't يبا هنا بنقول you aren't كل كلمة الوحدة لكن هنا you aren't على طول يعني هنا بنعتبر aren't كلمة واحدة بنقول aren't هنا isn't هنا بقولي لكن لا يمكن نختصر نوت مع عام يعني مع عام ما ينفعش نختصر نوت احنا بنختصر نوت مع اس وار فقط نشوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده بقولي listen and repeat يعني السمع اردد I am going to write the bus she is going to write the bus we are going to write the bus كده شكل الجمل المثبتة هنا كده جمل منفية I am not going to take a taxi She isn't going to take a taxi We aren't going to take a taxi يبقى الجملة المنفية بتختلف عن الجملة المثبتة ان احنا بنضع نوت او ان بصرفت بعد ام واس وار والمعنى بيتغير المعنى بيتغير هنا انا بقول كده بنوي نية لعمل شيء في المستقبل هنا بقول ان انا مش هعمل الفعل ده في المستقبل يبقى نية لعدم فعل شيء في المستقبل هنا بقى جايبلي مجموعة من الجمل المثبتة والجمل المنفية عندنا صورة كل صورة فيها مجموعة من الكلمات الكلمات اللي فوق هنستخدمها في جملة مثبتة الفعل اللي تحت هنستخدمه في جملة منفية اول حاجة جايبلي الفعل الحاجات اللي نقص احنا هنكملها من عندنا شيء احنا نكون جمل في زمن المستقبل اي بنمشي واحدة واحدة اول حاجة شيء بتاخد اس ممكن نكتبها اس او نخسرها في ابوصر في اس ما فيش مشكلة بس هنكتب اس من عندنا وبرضو جوين جتو من عندنا تكوين الزمن احنا عارفين ان احنا بنعمل جمل في زمن المستقبل يبقى شيء اس جوين جتو وبعد كده الفعل اللي عندنا هنكتبه زي ما هو سند ان ايميل يعني هنزود اس جوين جتو من عندنا بنزود ام واس وار على حسب الفعل وجوين جتو سابتة عندنا في كل الجمل في النافي نفس الحكاية الفعل اللي بدأنا بيه في الجملة المسبتة هنبدأ بالجملة المنفية وهنا زي ما قلنا شيء اس برضو هنستخدم اس بس هنضف لها انه ابوصرف تيه علشان جملة منفية يبقى شيء اس انتو جوين جتو جيت اهير قط معنى كده ان هي بتخطط لرسال رسالة بريد الكتروني في المستقبل هتعمل الفعل ده في المستقبل وهنا بتقول هنا كده عدم عدم فعل شيء في المستقبل يعني بتقول ان هي مش هتحصل على قصة شعر يبقى الجملة الاولى مسبتة والجملة التانية منفية الجملة الاولى تخطيط لعمل شيء في المستقبل او عمل فعل في المستقبل الجملة التانية عدم فعل شيء في المستقبل نمبر تو هي بتاخد اس وقوين جتو بمعنى سوفا وبعد كده جت اهر قط زي ما هي طبعا احنا قلنا هي بتاخد اس وبعد كده وقوين جتو بمعنى سوفا وبعد كده جت اهر قط طبعا زي ننفر جملة مع سندق ان ايميل هنقول هي ازنت هننزل هي زي ما هي وننفي اس تبق ازنت وهنكتب الفعhard اتحت هنا هي بتاخدار هنقول وقوين جتو من عندنا ونكمل لاخر الجملة هننفي الجملة التانية هننزل و وهننخذها يبقى وقوين جتو هنا زي هنا زي بتاخدار وبعد كده يبقى زيار ونكتب الفعhard ونكتب الفعhard ننفي ننفي الجملة مع يبقى زي هنا يو بتاخد وبعد كده هننفي الجملة مع الفعل يبقى آخر جملة الأي بتاخد وبعد كده هنكتب يبقى هننفي الفعل الثاني يبقى آي أمنوت جوين جتو باي آن آيس كريم وكالا يا حبيب نكون انتهينا من شرح الدرس الثالث في الواحدة الرابعة من كتاب بيت باي بيت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لي وساركو كل جديد وأسمكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته